السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوضيح مع الأمثلة إذن الصفة تتبع الموصوف فيما يليه في التعريف والتنكير في المعرفة نأخذ هذا المثال البيت الواسع جميل لاحظونا البيت تأتي هنا مبتدأ الواسع هنا صفة جميل هي تأتي خبر بالنسبة لأن كرا نأخذ مثال اشتريت بيتا واسعا بيتا هنا جاءت الموصوف وواسعا هي الصفة لو جينا إلى العدد إما يكون مفرد أو متنى أو جمع مفرد مثال أحب المسلمة الصادقة أحب هنا في المضارع مرفوع على مترفع الضمة المسلمة يأتون مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة الصادقة الصفة منصوبة بالفتحة في الموضوع التثنية أحب المسلمين الصادقين أيضا المسلمين هنا جاءت مفعول به الصادقين هي الصفة إذا جئنا إلى الجمع أيضا أحب المسلمين الصادقين أيضا المسلمين جاءت هنا مفعول به الصادقين هي الصفة لو انتقلنا إلى التذكير والتأنيث إما يكون مذكر أو مؤنث مثال الولد المهذب هنا أين هنا الصفة؟ الصفة هي المهذب صفة مرفوعة أما في المؤنث الفتاة المهذبة أين هنا الصفة المهذبة؟ هنا جاءت الصفة الآن في الإعراب إما يكون بالرفع أو بالنصب أو بالجر الآن حضر الطالب النشيط حضر هنا تأتي فع المواد الطالب فاعل مرفوع بالضمة النشيط صفة مرفوعة بالضمة الآن لو جئنا إلى النصب رأيت الطالبة النشيطة الطالبة هنا جاءت مفعول به منصوب بالفتحة النشيطة جاءت هنا صفة منصوبة أما في الجر سلمنا على الطالب النشيطي الطالب هنا جاءت اسم مجرور وعلى مجره الكسرة النشيط جاءت صفة مجرورة بالكسرة أيضا نأخذ هذا المثال في هذا الجدوى الآن فقد بصره في سن صغيرة نحظ هنا الصفة هي صغيرة سن هي الموصوف حركة آخر الصفة جاءت هي الكسرة وحركة آخر الموصوف هي أيضا الكسرة أول من جرب الطيران شاب عربي عربي هنا عربي هي الصفة شاب هي الموصوف الضمة هي حركة آخر الصفة والضمة هي حركة آخر الموصوف طور المصممون الطائرات الحربية كثيرا الحربية هنا الصفة الطائرات هي الموصوف حركة آخر الصفة هي الفتحة وحركة آخر الموصوف هي الكسرة يسير الدم في الأوعية الدموية إلى الرئتين الدموية هنا الصفة الأوعية هنا الموصوف الكسرة هي حركة آخر الصفة وحركة آخر الموصوف أيضا هي الكسرة هذا كل ما يتعلق بالصفة أبناء الطلبة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الشيق حياكم الله